معلش يا شيخنا أنا عندي حديث كده وجنة عليها سئلة كتير خاصة النهاردة يعني وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد ميشيلي رحمة الله عليه ورحمه نقدم له خالص العزاء الحديث بقول إذا متى ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وجدت هذا الحديث يعني يتردد بقوة وعلمه ينتفع بولد صانيحه دعو له إلى آخر الحديث ودعا هو طبيب الغلابة أنا مش محتاج الكلام ده كله مش هتنقل من هذه العيادة إلى أن يطفني الله وكلام كتير جدا الكتب هينطبق هذا الحديث على هذا الرجل يا شيخنا برأيك هو ينطبق عليه أمور أخرى أن الإنسان في النهاية عمله في الدنيا عمله الصالح يشفع له يوم القيامة رحمته بالناس الراحمون يرحمهم الرحمن نعم كما قال صلى الله عليه وسلم خير إنسان له إنسان لم يستغل حاجة الناس نعم طبعا لكن هو درس مهم يعني كتب أحد أصدقائنا الأستاذ ياسر الغرباء وقال أني لما قارن بين فعل دكتور مشالي ودكتور مجدي عقوب هالمجدي عقوب هيستمر لأنه مؤسسة ودعبنا احنا بنطرك اللي لزاية الدكتور مشالي يظل فرد عمله مرهوم بعمله لكن المفروض اللي عمل زيبها مؤسسة دي ما تعملوش مثلا مركز بمستوصف خير الرجل ده يا شيخنا أنا روحت له عيادته كتير جدا أوضى كده عند مسجد السادة اللي بدأ وفي حتة قديمة جدا ويقعد وما يبطلش وينزيل ويكشف عن ناس في الشارع ويكشف عن ناس في الأوائد كان المواجب على أهل المال والثراء والصدقات والزكوات تبني مثل هذا المشروع وهذا الرجل وكان الناس بهذه الأجور الرمزية ويكفي دعاء الناس له بعد وفاته وفي حياته والله عز وجل لا ينسى عباده الصالحين سبحانه وتعالى بنتقبله في الصالحين ويخلف على الأمة بأمثاله ودرسلنا أننا يا جماعة أي عمل فردي مصير الانتهاء بالفرد أي عمل مؤسسي يستمر بعد الفرد بشكرك شكرا جزيلا فضلت الشيخ عصام ونفع الله بكم وبعلمكم